طيب خليني أسأل حضرتك على حاجة عشان إحنا طول عمرنا بنجيب الشجرة ونجيب الكور ونقعد نرص في كور نرص في كور لحد ما الشجرة ما تبقاش باينة من كتر الكور الزينة اللي إحنا حطنا أخضر في أحمر واللي علي جليتر واللي فودي واللي يعني كلها كور هل ده الحركة دي بطلت شوية أو ما بقتش معتادة يعني بقى أسهل أو أحلى إن الشجرة تبقى سيمبل أكتر واستخدم الكور دي في زينة تانية أو في مكان تاني ممكن زين بالبيت بص هو المعتادة إن دايما بتعمل كل الألوان أنا يعني شوية مش بحبها قوي مش بحبوزها أنا مش بحب الألوان كتبا يعني أنا بفضل دايما الشجرة تبقى لونين لونين بس يعني مثلا حنقول كحلي وفضي أو أحمر ودهبي أحمر ودهبي أنا بحب الأحمر والدهبي هو أجواء الكور سماس فعن كده فهي لما تختاري لونين بس وتحطي الأكسسوار يعني أي أكسسوارات تانية أنت ممكن تجيبي مثلا كاراتين فاضية ونغلفها برضو بقماش بورق هداية بقماش قطيفة ونربطه بشريط ستان شيك كده عالة بمقاسات كبيرة صغيرة تحت الشجرة هتبقى حاجة شيك كده ستير البيبيولايت الصغيرة دي لو تحطت حابلينه وربيت بيع يعني بشغالي حيدي شكل الشكرة طب الكور الكتير اللي عندي دي أعمل بيها إيه بقى؟ هقول لعبي بيها تكسر الكور اللي عندك لونة إيه؟ الوان كتير بقى الوان كتير هقولك تعملي بيها فكرة حلوة كان عندنا يعني الحلقة اللي فاتت كان عندنا سلم زي كده بس كبير شوية مليناه كور فتحنا السلم خالص وشدينا خيط النارة ما بين درجات السلم تلاقي بقى عليها الكور من فوق لغاية تحت تمام؟ تتيجي بقى تلاقي السلم نفسه حواطي بحابل نور شريط قطيفة أحمر يبانتي كده تجاب إداكي شكل سلم بس كله مليان كور إداكي شكل حلوة خالص يعني ألزق الكور دي على الخدمة على السنارة ولا بتنزقيها؟ لا مش تنزقيها تخش من جواها لا الكور عندك كبيرة ولا صغيرة؟ فيه فيه حلوة قوي بتبقى فيه زي خدس النارة بتربطي الكورة نفسها بتبتدي تعلاقيها على تبقى متعلقة سايبة كده مش مسكة بحيث من السلم كله حيبقى كله من أوله وناخره من جوه مليان كور ألوان مع حروف السلم نفسه عامليها بشريط قطيفة أحمر مع بيبلايت صغير عايز أقولك حيات دي شكل جديد خالص ومختلف الفيونكات بقى كبيرة اللي ممكن نحطها على الشجرة تيالي دي بتدي شكل جمالي غير كمان موضوع الكور اللي نانسي محتارة تعمل بوقيت بس خلاص عرفت الفيونكات على فكرة بتدي شكل طحفة الفيونكات فيه جديد فيها يعني؟ بس نقولك على حاجة القماش الشموام تقدر تبداعي فيه بتقدر يتعملي فيه في يونكات بكذا مقاس وكذا لون يعني بيبا فيه منه الأزرق وفيه منه الأحمر بيسوي الأحمر ببانويل كمان فيها بالزبط كده باب بتقدر يتعملي الفيونكات وتنزيلي منها ممكن جرسين عارفة اللي هو مثلا الفصوص الألماظ اللي بتبا نزله معاها جرسين بتدي شكل حلو يتحط على الباب الشقة ترجمة نانسي قنقر